ينضم إلينا الأكاديمي والديبلوماس السابق الدكتور سعد أبو دي مساء الخير دكتور أهلا بك معنا في أخبار المملكة الآن نتحدث عن مئوية الدولة الأردنية ما الذي تحقق من إنجازات على مدى قرن في الأردن؟ أولا مساء الخير للجميع من من يشاهدون هذه المعلومات وهذا العرض إن شاء الله المفيد بالنسبة لمدينة معان كانت هي المحطة التي اتخذها جلالة الملك المؤسس رحمه الله قاعدة بعد معركة ميسلون وانهيار الحكومة الفيصلية هي كانت بإمكانيات بسيطة جدا تحرك الملك المؤسس هو كان أكثر من يساعد والده الشريف الحسين من علي رحمه الله في كل شيء كان وزير الخارجية ولذلك يعني هو تحرك على أساس يعني هو عادة الحكم الفيصلي في سوريا وكانت القاعدة التي اتخذها في معان هناك المعلومة المهمة يعني أنه أسس الجيش العربي الأردني تأسس في معان لما تحرك يعني في معان ووصل الخبر لكل الموجودين في الشمال يعني من المشاركين في الحراق تحرك مثلا عبد القادر الجندي خلف التل جلال القطب وأوكل عبد القادر الجندي لمهمة تأسيس الجيش وسمي الجيش العربي منذ تلك اللحظة وجلالة الملك المؤسس كان يسمي الجيش المصطفوي إذن هناك تأسس الجيش العربي في تلك بأقل الإمكانيات لما جاء جلالة الملك المؤسس إلى مدينة معان تحرك ناس من الشمال يعني على أساس أنه في فكرهم في موازنة واحد يطلب 80 ألف واحد يطلب 180 ألف واحد يريد عمل جهاز استخبارات واحد يريد عمل الصحافة عمل كل شيء بطريقة بسيطة هذا بالسياسة فن الممكن وعلى هالشيء البسيط لكن الجاد بنيت أشياء كثيرة هذا الجيش عبد القادر الجندي ظلوا في قيادة الجيش العربي الأردني وكان من الذين ذهبوا لمدينة معان باجة الطبارة وظلوا في الأمن العام لآخر الخمسينات وظل عبد القادر الجندي كمان لوسط الخمسينات تقريبا أو قبل هيك بشوي إذن هموا اللي كانوا في معان مع الملك المؤسس هم كانوا أيضا مستمرين في التأسيس ومتابعة هذا التأسيس مثل عبد القادر الجندي وبهج الطبارة وحتى ندخل على الخط موظفين عاديين زي خلف التل بعدين نضم الباقون فيه معلومة حتى ما يدركنا الوقت يعني إحنا كل اللي بيشتركوا بيحكوا عن طباعاتهم أو مشاهداتهم أو مخزونهم الفكري لكن أنا بدي أحكي هنا معلومة موجودة في كتابنا اللي إحنا عملناه أنا واللواء الراحل عبد المجيد مهدي النسعة وهم الأبناء مدينة معان ماذا قال الملك المؤسس نفسه عن مدينة معان بعد يعني في سنة 1946 في 22-22 وجدت كلمة حكاها جلالة الملك المؤسس طبعا هو علاقته بالجيش كانت قوي هون بيحكي عن الجيش بيخاطب الجيش بيقول وإني حين أذكر الجيش العربي يدور في ذهني تلك الآونة التي وصلت فيها إلى معان ثم إلى هذه البلاد فمعان هي جارة البلاد التي يقوم بها بيت الله الحرام وجارة الرسول عليه السلام وهي العاصمة الأولى لهذه البلاد فهي في نظري ألمع حجر في البلاد الأردنية وستظل كذلك إلى ما شاء الله وطبعا بيكمل بس ما بدي أعطيل على المشاهدين أنه بيحكي كيف يعني بيعتز بالجيش وبيحكي مآثر الجيش العربي الأردني اللي تأسفه معان واللي يظل يعني الجميع يعتز فيه ومنهم جلالة الملك المؤسس والمؤكد هو في ضمير كل مواطن أردني سعدنا بوجودك معنا دكتور سعد أبو دي الأكاديمي والديبلوماس السابق شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك